عثر علماء الآثار على رسم لشخصية تشبه مارك سيمبسون من المسلسل الأميركي الشهير عائلة سيمبسون داخل تابوت مومياء مصرية عمرها 3500 عام حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشف العلماء أن الغطاء الداخلية للتابوت يحمل رسماً لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوباً أخضر طويلاً ولها شعر أزرق على شكل مستطيل مما يجعلها تبدو مشابهة لشخصية مارك سيمبسون الكرتونية المحبوبة تمت مشاركة صورة التابوت القديم مؤخراً على موقع ريدت مما أثار جدلاً كبيراً بين المستخدمين الذين تساءلوا مازحين هل هذه مارك؟ وعلق آخر قائلاً مصر تنبأت بمسلسل سيمبسون على الرغم من التشابه المذهل بين الرسم والشخصية الكرتونية يعتقد الخبراء أن الصورة تصور المرأة المدفونة في التابوت أثناء سفرها إلى الحياة الآخرة وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية احتوى التابوت المصري على بقايا تادي إيست المحنطة ابنة رئيس كهنة الأشمونين وهي بلدة تقع على الضفة الغربية لنهر النيل وتم اكتشاف التابوت من قبل علماء الآثار في أوائل عام ٢٠٢٣ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر